قام محافظ شمالي سيناء خالد ميجاور بتوزيع وثائق التصادق على زواج البادية على 16 شخصا من أمناء قرية نجع الشبانة برفح وذلك في حضور مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمالي سيناء نوال سالم والقيادات التنفيذية ومشايخ القبائل والعواقل هذا وأكد المحافظ أهمية توتيق حالات زواج البادية للحفاظ على حقوقه وواجبات الزوج والزوجة والأبناء هذا وأشارت مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمالي سيناء نوال سالم إلى أن تسليم وثائق التصادق على زواج البادية بقرية نجع الشبانة جاء ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بشمالي سيناء اشتركوا في القناة